ايه رأيك في البيتسو الموسماني؟ لا مدرب محترم طبعا وشغله باين في الملعب وانا مش مع الناس اللي بتقعد دايما تهاجمه وانا دايما من نوع اللي بقول المدرب بطولات والمدرب نتايج مش اللي هو انا قعد اخبط وخلاص او انتقد وخلاص لا لكن انا شايف اللي هو ماشي بشكل كويس بالوراء والقلم من ساعة ما جاء لو حسبنا من ساعة ما جاء لا الراجل اتنين افريكيا ودوري وصوبر يعني الراجل ماشي كويس لكن امت اتكلم عليه وامت انتقده لو ما بياخدش بطولات لكن انا شايف اللي الراجل ماشي كويس كل البطولات حتى الحاسمة لو ركزنا على البطولات الحاسمة او المبارات الفاصلة المهمة لا الراجل بياخدها فدي حاجة كويسة بغض النظر بقى اوقات مسلا ناس تختلف معاه او تتطفق معاه في تصرحاته شوية مش عارف في ايه شوية لكن انا بتكلم كناحية فنية لا لا خلاف علي لكن احنا بنسمع خلال هذه الفترة الحقيقة كلام كتير جدا فيما يخص المسلمين انا واحد من الناس انا بشوف ان هو ما بياخدش حقه ايه رأيك في هذا الكلام اكيد طبعا وش حقه يعني فنيا في بعض المنصات الاعلامية تحس دايما يا كابتن اللي الناس بتقفله على الواحدة يعني لما دايما بياخد بطولات لما مثلا بيكسب الزمالك في افريقيا لما مثلا بيكسب الهلال اربعة لما في كاس العالم لما بياخد دوري لما بيكسب الوداد الناس ما بتدرواش حقه قوي في مباراة مثلا او حاجة فبتلاقي الناس دايما تحس ليه اعدالوا على الواحدة لكن انا عجبني اللي هو مش بيركز مع حد حتى لما بيطلع بيتكلم يعني انا شايف او يعني اللي هو ما بيبصش ما بيديش اهتمام اول للناس النقاط دايما كابتن ودي احسن حاجة فيه المدرب الناجح دايما لو ما بيبصش وراه اللي هو دايما يبص قدامه حتى لو فيه ناس بتنتقدك ماشي ما فيش مشكلة بسمع بس انا ليه هدف ليه شغلي ليه حاجة موايانة عايزة وصلها هدف فده اللي انا عجبني فيه ودايما كابتن اسلام لو مسكنا كل المباراة اللي هو لعيبها الحاسمة زي ما بيقول لحضرتك لا الراجل بيتفوق فيها يعني مثلا مباراة مثلا ببطولة او مباراة بمداليا مثلا زي البطولة الاخيرة مع الهلال السعودي فريق محترم وفريق كبير وكلنا شفنا مباراته للعيبة امام تشيرسي عمل ازاي اتعرف كمان الهلال السعودي بعد ما رجح في اول مباراته في الدوري اعتقد كان مع الناصر او مع الشباب مش فاكر مع الشباب وقسب 4-0 هو اللي كسب الهلال السعودي كسب كسب بقى خلاص خد درس من النادي الاهل لامون دياز اللي كان مسك بيرامدز راح مسكو بعد ما ماشه المدير الفني بعد هزيمة النادي الاهلي هو خد درس من النادي الاهل انا شايف المسيماني يا كابتن اسلام لا يعني كل المبارات المهمة لا هو بيتفوق فيها بيديرها بشكل كويس وبعدين هو يعني مش عايز اقول محظوظ لكن هو هو مسك النادي الاهلي وما المشكلة لما يقعه محظوظ ما هو ده على فكرة جزء من اللي دايماً اي مدير فني لا هو ربنا بيحبه لو هو مسك النادي الاهلي بصة كابتن مسيماني مع احترامي ليه مدرب كبير وكل حاجة بس النادي الاهلي هو اللي بيصنع اي حد وهو اللي بيلمع اي حد مسيماني قبل ما يجي النادي الاهلي مدرب كبير وعنده خبرات وكل حاجة واخد بطولة افريكيا مع سانداونز بس ما كانش عارف ايه باللغة ما كانش متلمع زي دلوقتي ما كانش هو ده مسيماني النجم زي دلوقتي لكن لما جي النادي الاهلي وحق البطولات دي اي حد بيمسك النادي الاهلي النادي الاهلي بيضيف له كتير جداً فالنادي الاهلي دايماً هو يعني ما كلنا شوفنا مانو الجزء حد يختلف على مانو الجزء اسطورة وللغاية النهاردة سيظل اسطورة وجمهور النادي الاهلي بيحبه جداً بس كلنا شوفنا مانو الجزء لما راح مسك اتحاد جدة ما عملش نتائج لما راح مسك مانتخب انجولا ما عملش نتائج لكن طول ما هو في النادي الاهلي النادي الاهلي يضاف له كتير فأي حد موجود في النادي الاهلي أكيد النادي الاهلي بيضيف له حاجات كتير طيب شوفت المباراة الأخيرة أمام الهلال السوداني ازاي؟ في ظل كان حالة من الإجهاد الكبير واضحة على كل اللاعبين على رغم من انت كنت مريح ست سبعة يار لا بس واضح كنت اللعيبة جاية من المنتخب وبعدين نزلوا مطار طيار يعني هل ده علمي اننا نتكلم طبعاً 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 وبعدين أنا مش أقلان عن النادي الاهلي في البطولة هو لسه جاي من كاس العالم فدي البطولة المحببة للنادي الاهلي والجماهير للنادي الاهلي فأول مباراة وارد جداً اللي انت بعد كل الضغطة دي اللاعبت المنتخب فيه إصابات فيه كذا حاجة بتصطفه لكن أنا مش أقلان عن النادي الاهلي وارد جداً اللي انت تتعادل لما تاخد نقطة بره من فريق أنا شايف اللي دي كويسة عندك بعد كده كل المباراة اللي هنا تكون اللعيبة بقى عملت الريكوفري بتاعها والاستشفى بتاعها أنا شايف اللي النادي الاهلي لا هيقدي بطولة قوية وإن شاء الله معا شوية عندها عندها احنا المرة دي خدنا تالت برونزي لا المرة جاية أنا عيني على الفضية المرة يعني احنا عندنا دايما أو جمهي النادي الاهلي دايما عندها طموح كبير في النادي الاهلي وعندها أمل كبير في اللعيبة وانا شايف اللي برضو اللعيبة عشان ما نهضرش عقوم لا اللعيبة كابتن اسلام حتى حضرتك لما كنت موجود وانا كنت موجود في المباراة الحسيمة والبطولات الحسيمة بيبار الموضوع مختلف يعني المباراة اللي فاتت دي اللي تعادلوا فيها في السودان لو دي مثلا مباراة مثلا نهائي أو قبل نهائي لا الاهلي مهما كان كان هيكسب المباراة فهي مصد ايه فالنادي الاهلي أنا مش ألقان عليه ولا اللعيبة اللعيبة عندهم مسؤولية كبيرة ولعيبة كلها دوليين ولعيبة محترمة وبيبانوا في المواقف الصعبة وده ميزة النادي الاهلي اللي دايما في المواقف الصعبة وبتلاقي اللعيبة يعني برضو المباراة بالنسبة لك كنت شوفتها ازاي من الناحة الفنية طبعا كنت أتمنى اللي احنا نكسب لكن واضح اللي فيه تعب واضح اللي فيه إجهاد شوية لبعض اللعيبة اللعيبة دي كلها أكترية كانت بتلعب يعني بشكل مستمر في كاس الأمم الأفريقية كابتن وفيه إصابات فطبيعي اللي احنا تعادل الشناوي مش موجود أيمن أشرف مش موجود السلية بدأ بيين عليه اللي هو التعب والإجهاد محمد عبد المنعم ناس كتيرة فطبيعي اللي هم يتعدلوا احنا برضو مخسرناش على فكرة دي نقطة ونقطة كويسة مهمة إن شاء الله المباراة اللي جاي يقدر يعوضوا فيها وعندنا مباراة كتيرة ده لسه بداية أول مباراة أول مباراة لسه أول مباراة طبعا تقالت مع المريك وتأجلت تأجلت فأنا بتكلم اللي دي بشكل عام أول مباراة أنا مش ألان طبعا على النادي الأهلي لا النادي الأهلي هيركز عنده بس مباراة المقصة إن شاء الله بعد بكرة يركز فيها دلوقتي والنادي الأهلي دايما عنده ميزة اللي هو بيفصل لكابتن إسلام راجع من أفريقيا لا بافصل بواقف وبركز في الدوري بعدها على طول بتلات أربعة أيام هيلعب سانداونز فالنادي الأهلي عنده حتة الفصل دي بيعملها بشكل كبير